سؤال آخر ترحته الأخت التي تسمى وردة قالت أيدت عاصفة الحزم السعودية ورفضت التدخل التركي في ليبيا هل تكيل بمكيالين وما هو الفرق بينهم؟ أولاً أنه قبل عاصفة الحزم التي قادتها المملكة العربية السعودية أنا كنت أناهظ المشروع الإيراني وكنت أؤمن تماماً بأن الحوثي هو عبارة عن ميليشيا إيرانية تقوم بدور التوسع الذي تمارسه إيران يعني قبل عاصفة الحزم هذا كان نظالي وأنا معروف من هذا بل أنه على دي مقالات قديمة جداً بينها التي تصل إلى التسعينات كتبتها في التسعينات في جريدة كانت تصدر في الشرق الجزائري اسمها جريدة العقيدة وهي جريدة أسبوعية كنت أكتب مقالات وفي ذلك الوقت حذرت من المشروع الإيراني وطالما كتب عني كان فيه موقع قبل يسموه شيعة الجزائر كان قبل يهاجمونني شخصياً في منتداهم عملوا منتداً سموه منتداً شيعة الجزائر وهاجموني شخصياً في بداية حوالي 2003 أو 2004 في هذه الفطرة على ما أظهر هاجموني شخصياً كتابي أصرار الشيعة والإرهاب في الجزائر ألفت وصدر في 2011 عن الشروق ولكنه كان رحلة بحث طويلة تعود إلى التسعينات أنا معروف بمناهضتي للمشروع الإيراني وطبيعي ما دمت أناهض المشروع الإيراني فإنني أناهض الميليشيات الإيرانية في رأيكم أن ما قامت به الميليشيات الحوثي هل هو في صالح إيران أو ضد إيران ما دم في صالح إيران طبيعي رح أكون ضده لا يمكن أبداً أن أصطفى مع إيران مستحيل مطلقاً إيران كمشروع للملالي أما إيران كالدولة مسالمة رح تكون دولة مسالمة متعايشة مع دولها وشعب لديه حق في الحياة حق في دولته فهذا شأن آخر أما أن نتكلم على إيران الحالية بقيادة الملالي الذين يملكون مشروع الخمينية الهدامة التي تخرب الدول الإسلام أما بالنسبة إلى قضية الفرق بين عاصفة الحزم والتدخل التركي التدخل التركي في ليبيا جاء لصالح الحكومة السراج وليس له علاقة بأي مشاريع أخرى غير المشروع التركي الذي أنهضه أيضاً تركيا دولة بلا أدن شك دولة مسلمة لديها قدرها ونكن لها الاحترام كدولة لكن أنه تتحول ونفرح لما تعود إلى الحظن العربي والإسلامي وتكون لها علاقة جيدة مع الدول العربية وهي قوة بلا أدن شك قوة تضاف إلى العالم الإسلامي هذا لا شك فيه ولكن عندما تتحول إلى مشروع للهيمنة والتواجد العسكري الخارجي في الدول العربية والإسلامية فهذا مرفوض إذن تدخل تركي لديها خصوصية أخرى أولاً تدخل فردي أيضاً جاء بناء على بعض الأمور التي لا ليست مشروعة أصلاً أنه دولة ليبيا مهما يكون ومن يظن أنه سيتدخل لطرف ويسحق الطرف الآخر ويبسط له السلطة في ليبيا فهو واهم في النهاية آية ستسيل الدماء ويجلسون على طاولة المفاوضة وهو الذي عشناه في الجزائر رغم الحرب كذا وكذا من كانوا بالأمس استئصاليين ورفضوا أي حوار ومخرج سلمي للأزمة التي كانت عاشها في الجزائر بعد ذلك صاروا يقودون الحوار ويزمرون له لكن هناك فروقات بلا أدنى شك حتى نوضح الأمر عصفة الحزم التي ليست تدخل سعودي هي تدخل من عدة دول في إطار تحالف تدخل في اليمن ضد انقلاب ميليشيا هذه الميليشيا مسلحة مدعومة بالسلاح من إيران وجاءت وانقلبت على السلطة الشرعية الرئيس الجمهورية منتخذ الحكومة الشرعية والانتخابات شهدت لها العالم بالنزهة والشفافية إذن انتخابات نزيهة وشفافة فأدت إلى رئيس المتخب الرئيس لديه صلاحيات دستورية كاملة الدولة قائمة الرئيس موجود الوزراء موجودين حكومة موجودة كل شيء موجود مؤسسات الدولة قائمة ومنتخبة ولكن الميليشيا المدعومة المدعومة من إيران والمتحالفة مع علي عبدالله صالح أنذاك وهو الرئيس الأسبق تحالفت معها وانقلبت على الدولة الشرعية هذا الرئيس الشرعي هو الذي طلب من السعودية والسعودية والدول الخريج طلب منهم من عدة دول النجدة شبه طلب النجدة طلب دعم الشرعية السعودية تدخلت في إطار دعم هذه الشرعية فهو تدخل من ناحية القانونية تدخل مشروع جدا في المقابل في ليبيا الحكومة غير منتخبة شرعية الحكومة مستمدة من اتفاق الصخيرات واتفاق الصخيرات مؤقت والحكومة مؤقتة وليست هي حكومة تكاد تكون حكومة تصريف أعمال المعينة محدة حتى تصل إلى الانتخابات وكتابة الدستور وهذا الاتفاق من عدة أطراف أطراف من البرلمان وغيره فيها البرلمان فقط المنتخب والبرلمان وافق على هذه الحكومة لكن الذي حدث أنه الأطراف كلها أخلت بالاتفاق الاتفاق فحدث الصراع الحكومة بدأت تقسي بعض الأشخاص حفتر وقواته بدأت تناهض وجود ميليشيات الحكومة قربت منها ميليشيات بينها التي موجودة في قوائم الإرهاب فحدثت اختراقات لهذا الاتفاق إذن القضية مسألتها ليست شرعية الشرعية المستمدة هي اتفاق ما بين جهات معينة بصفة شرعية مؤقتة وهذه الحكومة تم الاعتراف بها دولية البعض يقولي الاعتراف الدول الآخر الرئيس عبد الرب منصور هادي مخترف به دوليا كرئيس منتخب هذه الحكومة معترف بها دولية كحكومة شرعية بناء على اتفاق الصخيرات الذي جاء تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة وهل الاعتراف الدولي الدولي فقط هو حجة حجة مطلقة للشرعية لا أبدا إسرائيل معترف بها دولية موجود لديها ممثلها في الأمم المتحدة عندها صفراء في أغلب أكثر دول الأوروبا ودول العالم الكبرى كلها عندها صفراء إذا كانت الشرعية بالمنطق معناها أنها معترف بها دولية إذن فهي حكومة شرعية إسرائيل أيضا شرعيا بناء على هذا أما إذا كانت الشرعية لما تكون تستعملها لما تكون فقط تتماشى مع أهوات لهذا شأن أخي إذن شرعية حكومة الصراج محدودة ومؤقتة ولديها صلاحيات معينة صلاحيات معينة إذن ليس من صلاحياتها إمضاء الاتفاقات الأمنية أو الاتفاقات المصيرية أو استدعاء قوات خارجية للدولة لا توجد لديها في الصلاحيات هذه في اتفاق صلاحياتها واضحة هي إدارة البلاد بصفة مؤقتة وعندها مهام محددة فقط حتى للدستور وما إلى ذلك وبناء مؤسسات الدولة هذا هو مؤمنة غير أنها حدثت تجاوزات حدثت تجاوزات من كل الأطراف وبدأ الضرب تحت الحزان من هذا يريد أن يقصي ذلك حدثت تجاوزات من كل الأطراف وكل هذا يحاول أن يكيد بالآخر وبعد ذلك وصلت الأمور إلى المواجهة وصارت لديها ميليشيات قواته هي من بقايا قوات الجيش في عهد القلافي أيضا سمى نفسه الجيش الليبي الوطني والأخرين سموا أنفسهم الميليشيات جمعهم تحت الجيش البرلمان وله فيه اثنين برلمانات البرلمان اللي كان متفق أصلا مع الحكومة في اتفاق الصخرات صار يسموه برلمان تبع جهة معينة فقط وصار هذا الضر مما جعله أيضا الاتفاق عمره سنة ويتبدد إلى تقريبا نصف سنة أخرى والآن مرت عليها سنوات طويلة إذن مسألة الشرعية غير موجودة لذلك ليس من صلاحيات القانونية والشرعية لحكومة الصراج أن تستدعي تركيا أو تستدعي أي طرف آخر هذا من جانب الأمر الآخر أن ما حدث في اليمن هو انقلاب ميليشيات ميليشيات في مدرس جالة بدأ بعض الدول أنها ميليشيات إرهابي وتتمثل في ميليشيات الحوثي وبعض ميليشيات التابعة لعلى عبدالله صار إذن انقلاب واضح كامل الأركان قوة السلاح هجموا على العاصمة ودخلوها وأوقفوا الرئيس وبعد ذلك تمكن من الهروب إلى عدن وأيضا أوقفوا وزراء واضح وسجلوا هذا وسجلوا ذاك وهجموا على الثقنات إذن انقلاب كامل الأركان من ميليشيات على الدولة لكن الذي حدث في ليبيا ليس انقلاب فقط أرادوا تصويره انقلاب فقط من أجل إعتشر لا ليس انقلاب إذا كان ما حدث هو الانقلاب فالأطراف كلها انقلبت على بعضها البعض هذا أقصى توصيف ولكن الحقيقة الذي حدث أن هناك عدم التزام من الأطراف الاتفاق الصخرة كل واحد لم يلتزم بأموره حدثت تجاوزات وكذا وكذا أوصلت إلى البواجهة المسلحة إذن لا يوجد انقلاب في ليبيا لأنه لا توجد شرعية شعبية أصلا كل الشرعية الوحيدة البرلمان الجهة الوحيدة المنتخبة هو البرلمان البرلمان هذا اللي يسموه الآن برلمان تبع هذا الوحيد اللي تم انتخاب والبقية غير منتخبة حتى الحكومة غير منتخبة إذا سحبنا البرلمان من شمعة حفتر من شمعة حفتر ماذا بقيت من شرعية إلى سراج إذن مسألة الشرعية غير موجودة بالمرة في المشهد الليبي وحتى الشرعية الدولية المعترف بها دولية من المفروض الجهة يعترف بها دولية عندما لا تكون لها شرعية في الداخل تنتهي شرعيتها الدولية آلية لذلك الواقع مختلف تمام أمر آخر أن عاصفة الحازم جاءت من مجموعة دول دول اتفقت فيما بينها شكلت قوة وأنقذت عدن من السقوط في ذلك الوقت عندما هجم الحوثي على عدن أراد أن يستولي على عدن فتدخلت بسرعة للقوات التحالف العربي وأنقذت عدن عدن من السقوط في أيدي الحوثيين حيث كان من التتواجد الحكومة ورئيس الجمهورية وكان هي عاصمة مؤقتة إذن تدخل من دول وليس تدخل من دولة واحدة بصفة فردية بصفة فردية ولمناصر الطرف ضد طرف آخر طرف آخر هو طرف آخر حتى الحوثي حتى الحوثي كان يقاد من طرف الحرص عناصر الحرص الثوري وحزب الله اللبناني موجودين في المشهد اليمني في حين إن في ليبيا غير موجودين فقد أرادوا يقولون بأنه الروس ودول أخرى راهي موجودة كلها كلام لا أستطيع أن أنفيه ولا أستطيع أن أؤكد لا توجد عليه دلائل الدلائل للدلل الوحيد التدخل الوحيد الواضح والمعلم هو التدخل تركي دغولة تدخلت في دولة الأخرى بقواتها المسلحة وبارجاتها وطيرانها هذا تدخل عسكري كامل أركان يتنافى مع كل إذا كان الإيمان بالشرعية الدولية الشرعية الدولية أيضا رفضت وتمنع تزويد أي طرف بالسلح تدخل تركي في ليبيا بناء على الشرعية الدولية الممنوحة لحكومة السراج هو غير شرعي تماما ويتناقض مع القرارات الدولية إذا كيف نقول بأن الحكومة الشرعية المعترف بها دولية وهذه الجهات الدولية نفسها لديها قرارات آخرها ما توصل إليه مؤتمر برلين أنه يحضر أي تدخل خارجي وانت تأتي تتدخل ضد هذه القرارات وفي نفس الوقت تقول أن تدخل شرعي لأن الحكومة الشرعية هي التي ضمن اتفاق مع الحكومة الشرعية هذا تناقض واضح في حين أن التدخل التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية لم يتناقض مع قرارات دولية حقيقة هناك قرارات تمنع تمنع تسليح الحوثيين وتهريب السلاح للحوثيين وهو لما لم تتزم به إيران بل إيران ترسلت مقاتلين إن هناك معلومات تتحدث أن قاسم سليماني تواجد أصلا حتى في اليمن إذن هناك خلاف اختلاف كبير بين الحالتين وبين المشهدين أعطوني دولة واحدة من القوى الكبرى أيدت التدخل التركي ما فيش إذن من أين استمد هذه الشرعية أمر آخر أنه لنأخذها من منطق آخر منطقة الأمن القوم ماذا لم مثل تدخلت الجزائر أو مصر في ليبيا قد يبرر بمنطقة الأمن القومي إذا تواجدت قوات أو مات الميليشيات إرهابية على حدودها أقتضى الأمر وهناك من يرمي سواريخ على الأراضي الجزائرية أو يقذف سواريخ أخرى على الأراضي المصرية أقتضى تدخل حماية الأمن القومي من حق الدول أن تحمي أمنها القومي على حدودها إذا كانت هناك مخاطر خاصة من الميليشيات الإرهابية لكن ما هي السعودية لديها حدود مع اليمن والسعودية مستهدفة من الحوثيين وكانت استهدف بسواريخ وكذا السعودية ترفض أن تتواجد إيران على حدودها وهي تدرك تماما أنها مستهدفة من قبل المشروع الإيراني وأن الذي يحدث في اليمن ليس قضية خلاف بين طرفين يمينيين الطرف الحوثي والطرف الحكومة الشرعية بل القضية تتعلق بتدخل إيراني يريد أن يجعل اليمن مطية للوصول إلى بلاد الحرمين الشريفين هذه الحقيقة ولكن من الجهة الأخرى تركيا ليست لديها حدود برية أصلا مع اليمن حتى الحدود البحرية جاءت بناء على اتفاق مع حكومة السراج وهذا الاتفاق غير مشروع رفضته كل القوة الدولي إذن ما هي المخاطر التي تشكلها ليبيا على تركيا إذن ما هي المخاطر التي تشكلها ليبيا على تركيا حتى تتدخل فيها عسكريا بهذه الطريقة أعتقد أنه لا توجد مخاطر لا توجد مخاطر هناك خطر فقط على مشروع ما يسمى الربيع العربي المدعوم تركيا الذي تهاوى في كثير من الدول وبقيت آخر جيوبه في ليبيا فأرادت أن تتحرك تركيا من أجل الحفاظ على هذا المشروع الاستراتيجي وهناك أيضا مصالح نفطية ومصالح تتعلق بالثروات لأن ليبيا كعكة بلا أدنى شك تلهث خلفها كل القوى في الحال إذن القضية ليست قضية أمن قوم الحدود البحرية التي رسمتها تركيا غير مشرعية غير معترف بها لو كانت هناك حكومة منتخبة منتخبة في ليبيا ولديها مؤسسات شرعية وكل شيء وراحة توقعت هذا الاتفاق مع تركيا ولكن كان حديث آخر لأنها تبقى دولة ذات سيادة ولديها حرية في التصرف في أمنها وشيء من هذا القبيل أمر آخر هل من المعقول أن تركيا تتدخل عسكريا في ليبيا وبعد ذلك تهدد الدول التي لديها حدود مع ليبيا مثل مصر مثلا أو أنها تكون تناهض أي دور للجزائر التي لديها أكثر من 900 كم حدود مع ليبيا وتضررت الجزائر من الفوضى التي عرفتها ليبيا من ناحية تهريب السلاح إلى الجماعات الإرهابية وكنا ندرك ما حدث في ديغانتورين بسبب تدعيات هذا الأمر وكيف انتعشت القاعدة في منطقة الساحل والصحراء بسبب الوضع الليبي الجزائر تضررت هل من المعقول أن تركيا التي ليس لهذه حدود برية تتدخل في ليبيا في حين أن التدخل المصري أو التدخل الجزائري أو التدخل التونسي أو التدخل دول أخرى قد تتدخل مستقبلا فهذا ترفضه تركيا بأي شرعية أصلا تواجدت تركيا في ليبيا حتى ترفض هذا الأمر لا توجد شرعية شرعية مبنية على شرعية أخرى وهذه الشرعية صارت مشكوك فيها وغير مشروعة أصلا إذن وجود كله غير مشروع غريبة يعني من المفروض أن تركيا قبل ما تتدخل يجب أيضا أن لا تتجاوز دول الجوار وأنا دائما أقول هذا الكلام منطلقا على أساس أن التدخل التركي هو تدخل ما ليس بإعازم الأطراف وأنا أجزم بأن التدخل التركي جاء في إطار دور أوكلة للتركي من أجل خلق التوازل العسكري ولكن نحن نتحدث بمنطق أن ما قامت به تركيا هي دولة وهذا أمر سيادي ليس له علاقة بأي إعازات أو مهماز خارجي أو اتفاق مع أي قوى كبر إذن هناك فرق شاسع أنا أعطيت بعض الجوانب حتى لا أؤتي كثيرا أن هناك فرق ما بين عاصفة الحزب والتدخل التركي في ليبيا هناك فرق شاسع قضية التدخل الدول في بعضها البعض أو ليس مفروض كمبدأ بالمطلق هو مرفوض إذا رفض ولكن لما يحدث باتفاق ما بين دولتين فهو شأن آخر لا يعتبر تدخل عندنا غدوة الدولة الفلانية تروح تستدعي قوة أخرى تتواجد عسكرية على ترابها مثلما تواجدت قوات درع الجزيرة في البحرين لما كانت إيران ستلتهم البحرين هذا رأيه تدخل مشروع إذن التدخل ليس مرفوض بالمطلق هناك تدخل مشروع وهو تدخل غير مشروع هذه الإشكالية التدخل المشروع هو الذي يأتي بالاتفاق مع دولة قائمة مع مؤسسات في إطار أهداف محددة وبرض الطرفين وأيضا بما لا يتنافى مع الشرعية الدولية ما تجي أنها دولة تستدعي أي إن كان تدخلها لأراضيها وممكن تأثر على الأمن القومي دول الجوار هذا يتنافى مع الشرعية الدولية هناك شروط يجب أن تتوفر حتى يتحول التدخل من تدخل مشروع من تدخل غير مشروع إلى تدخل مشروع إذن المشكلة ليست في التدخل بحد ذاته إنما في شرعيته التي لديها شروط وهذه الشروط يجب أن تتوفر وهذه الأركان يجب أن تكون مطورة إذن لهذا هذا هو الفرق أعتقد أن أعطيت صورة مختصرة جدا عن الفرق الشاسع ما بين تدخل قوات التحالف العربي في اليمن لدعم الشرعية وبين تدخل تركيا في ليبيا الذي رفضته دول الجوار رفضته القوة الدولية رفضه مؤتمر برلين إن يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن ولا توجد قوة دولية وافقت عليه هذا على مستوى الظاهر أما على مستوى تحت الطاولة بلا أدنى شك لو لم يكن هناك ضوء أخضر لتركيا ما غامرت هذه المغامرة ترجمة نانسي قنقر